موسيقى مساء الخير وإلى حلقة جديدة من ماشية المساء ضيفة هذه الحلقة أستاذ العلاقات الدولية أبراهيم جوهري والكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد اليمني من مصر مع بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية الخميس ينطلق العد العكسي باتجاه الـ 31 من تشرين الأول في اتجاهات غير واضحة تحمل الكثير من العوامل الآيلة إلى تأخيره وإحلال الفراغ ضيفا ثقيلا لرب قائل إنها ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة لكن حصولها في غمرة انهيار مالي معي شيء غير مسبوك وفي ظل حكومة تصريف أعمال والسجال المفتوح بشأن قدرتها على تسلم زمام الأمور عند انتهاء ولاية عون يترك البلد في مهب الرياح والسقوط المريع أفريقاء السلطة يجلسون على الكراسي تحركهم المكاسب الداخلية والمصالح فيما لم يبقى شيء من البنيان لا في الإنسان الفاقد للحياة ولا في الحجر ولا في الدستور والقانون الذين تغرف منهما السلطة ما يطيب لها ووفق أهوائها ونزواتها ويرهنون أيضا على التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمها التوقيع على الاتفاق النووي الذي يكثر الحديث عن أنه بات قريبا ما هي حقيقة الصورة السياسية حكوميا ورئاسيا من هو ضابط الإقاع الرئيسي كيف تتوزع الطوائف المسئولية وما هي تدعيات النووي على لبنان والمنطقة في منشط المساء نستضيف أستاذ العلاقات الدولية إبراهيم جوهري والكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد اليمني الذي ستكون له مداخل عبر الزوم من مصر نرحب بهما وبكل المستمعين والمشاهدين عبر VDL.me Voice of Lebanon 100.5 وعلى كل صفحاتنا على السوشيل ميديا مساء الخير وأهلا وسهلا فيك أستاذ جوهري كل التحيي وكل هاترحيب سبنا زمانة ما شفناك مساء الخير وشكرا السؤال الطبيعي اليوم مع الأحداث قبل ما نبلش بالوضع اللبناني عادة ديما منقول شوف شو عم بيصير بالعراق طلع عندك انت بلبنان بس اليوم العراق يبدو وكأنه بآخر التطورات من بعد ما أعلن مقتدأ الصدر اعتزاله العمل السياسي وكأنه بلش بمكان ما في الفوضى هل تخشى اليوم على ما يجري في العراق؟ هل له رابط مع لبنان؟ هل في المستقبل اللبناني مشهد مقابل للعراق؟ تعفي أنا دايما بقول أنه العراق هو كأنه مستقبل لبنان بعد ستة شهر أو ثمانة شهر عندهم صارت انتخابات نجحوا التيار التغييري بكمية معينة من النواب وعنا بعد ستة شهر صارت في انتخابات ونجحوا بس نفس الوقت بالعراق ما قدروا يغيروا من المشهدية السياسية وكمان عنا بلبنان عم بقدر يغيروا شوي بس تتشابه الأمور حتى إذا نرجع شوي لأكتر أنا كتير بتذكر لما اختلوا أحد الناشطين السياسيين وكان قبل ستة أو سبعة شهر من اغتيال لخمان سليم فبتحسي أنه في شوي ترابط اللي عم بيسير هلأ بالعراق ينظر أنه يمكن الأمور بلبنان حد تنحب هيكي اتجاهه وخاصة أنه في بوادر منها أنه لاحظة هلأ ما في حكومة ويبدو أنه الفريق الرئاسي مع أنه مو عبين فيه بس أنا بعتقد في حال عدم وجود حكومة لما تنتهي المهلة الرئاسية ما بعرف إذا حيتسلم قصر بعبدة للفراغ في عديد من الكلام الدستوري والغير الدستوري أنه هايك الفراغ لا يسير لا ما بيزبط ففي أنا قول مأسور حقوله بالإنجليزي يعني التاريخ لا يعيد نفسه ولكن التاريخ كيف كانه عنده قافي تتشابه الأمور فما حطولي كثير به الموضوع بس هقول ١٨٨٨ يبدو أنه رح تكرر ٢٠٠٨ خلينا نبلش اليوم لحظنا فيه كلام جديد لرئيس ميشيل عون عم بوله بده حكومة قبل ما تخلص وليته وشفنا اليوم السناء الشيعي عب يدفعوا لا يكون فيه تشكيل حكومة من كينبري أو كين حزب الله يلي عم بول أنه الدلع بتشكيل الحكومة ما بقى مسموح هل هيدا أول شي بداية يشرع الفراغ الرئيسي يعني في عندك حكومة موجودة كاملة الصلاحيات وتركوا لي هالفراغ الرئيسي هيدا هو هيك ايه وهيدا يمكن إخراج لحظب الله عشان ما نروح على السيناريو اللي كنت عم بحكي فيه ايه إذا نحنا بندفع بوجود حكومة بتذكري أن نحنا قعدنا سنتين ونصف بلا حكومة مو هلا أكيد سوري بلا رئيس كان في وجود حكومة هلا أكيد ٢٠١٤ لا تشبه ٢٠٢٢٢ بشيء بس إذا ما بيقدر يعمل حكومة بعتقدت ذاهبين إلى مكان آخر هل هيدا يجنب إذا بدنا نقول إذا صار فيه تشكيل حكومة هل هيدا يجنب ما نشهده في العراق يعني مثلا هيدا بتكون طريقة للتأخير أنه نوصل لهيدا المشهد العراقي إن شاء الله أنا باعتقد الإخراج لهلأ وخاصة إذا تدهو الروض العراقي يعني هلأ نحنا بغضم الحوادس اللي عم بتصير بتتكلم كاملة بتوقف عند حدها بتتغير ما بنعارش بعد بس يبدو أنه رايحة بتجيه سيئ فباعتقد ما في حدا من الأفريقاء بده هيدا الشيء ولا حزب الله لأسباب متعددة منه أنه كمان في عنده اهتمامات خارجية أكتر من الهيمانات داخلية ولا حدا من باقي الأفريقاء هلأ هون بيعود الموضوع إلى مثل ما كنا عم تذكر قابل لما كان فيه نوع من النيجوشياشن بين حزب الله من جهة وفرنجيه وجبران باسيل أنه عم جرب يقنعوا في جبران باسيل بالطبول بفرنجيه هلا كمان حيسي نفس الشيء حيجربوا يقنعوا جبران باسيل بأنه يعمل حكومة وكمان يقبل فيها مئاتي عشان ما نروح على الفراغ بس فيه مطرح يمكن جبران باسيل بيفضل أنه ما يكون في حكومة لا يكون في هذه التوليفة اللي بدي يعملوها لبقاء العهد بطريقة أو أخرى أنه تمشي أنه صار في حكومة صارت صعبة أنه وإذا كان له حضور وازن بالحكومة هون ساعتها قدي بيقدر يضغطوا على الرئيس مئاتي طيب هون بهالنقطة بالزيت لحظنا الفريقين فاتوا إذا بدك تقول على شيء اسمه العامل الطائفي لحظناه عند الفريقين من كان العهد ولا كان الرئيس مئاتي وكمان بين المجلس الشرع الإسلامي مبارح كان كتير واضح وبالتالي يوم استعمال العامل الطائفي وإدخله بقوة بيئة المشهد الحكومي والرئاسي مين المستفيد منه عمليا هل بتحس من ورا طرح الموضوع الطائفي وكأنه اتفاق الطائفي اليوم صار عنده عليه كمان علامات استفهام أو لا دايما لما كن الوضع مأزوم يعود الجميع إلى قواعدهم الطائفي طبيعي بتصير قبل الانتخابات وعم بتصير هلأ اللي شجدت الحباب بس هلأ عم بيصير في هالضغط عشان يقدروا مرتين يقنعوا العهد ووزير جوبران بستيل بأنه يرضى بإذا بدي كومبروميز معين مع الرئيس مئاتي لما يكون في فراغ حكومي هل ينجحوا ما بعرف ومن يعني بواحد تقول لي أنه أنا عبقول شي أنا بقول لك عبتقول شي بس خلين نشوف تاريخك وتاريخ لا ينبق أنه عادة بيقبل بالتنازل ما بتحس هون كمان إثارة العامل الطائفي وبالتجارب اللي سبقت بلبنان كمان أنك عبتطرح إذا بدك تقول الذهاب إلى صياغ جديدة يعني عبتقول أنت هذه الصياغ القائمة اليوم غير صالحة ويجب إيجاد صياغ جديدة طبعا نحن كل صار عارف ومن زنبلش من الفرنساوية لكل أفريقاء أنه صارت الصيغة لبنانية بالتحديث بس هيدا هيدا بالمستقبل ما في حدا يحكي بتغيير الصيغة والبلد واقع بأزمة اقتصادية بنكية مالية الولد بانك عدى أنه هي من أكبر تلت أزمة فما فينا نحكي بتغيير الصيغة ونحن بها الأزمة أريد أن يكون هناك حل جزئي بحكومة أو بطريقة ما أو بانتخاب رئيس ونحن حكومة لنحط البلد على الخط لنوقف انزلاق لا أحد نحكي بها أنه نحن بعد أن نوقف الانزلاق يعني نحن كنا محل وبعد نحن ننزل وبعد نحن ننزل وهلا بعد ننزل ما أحد نحط فريمات والبلد نازل وعم بيحكوا بتفاصيل طب بدنا نوقف نعمل بالإقتصاد يسمى بلاتو نضرب فريمات لنصير نقدرين نشوف أنه بعد سنة أو سنتين حنبرش رجع نطلع أنا دائما مذكر برأيهم أخذت اليونان عشر سنوات من وقت ما وقعوا لا رجعوا محل ما كانوا وبهالعشر سنوات كان في ورائهم اتحاد الأوروبي وألمانيا وعم تدفعنهم بالسنة من الخمسين للمية للمية وخمسين مليار يورو نحن لا يوجد أحد ورائنا وبالتالي لحديث هلا أنت في الإنزلاق وحكومة لا يوجد هل ترجع يكون في حكومة بهاليومين؟ لا لا يوجد حكومة مسائه حزب الله تعتبره اليوم يعمل مسائه ولكن منا ضغطة فيني لغطاء لحد معين يعني بآخر نهار حزب الله بده غطاء مسيحي وحالياً باللبنان ما في حداً بيعطيه الغطاء المسيح لحزب الله غير الطيار العوني بعده بنفس الفعالية هذا الغطاء ما عنده خيار يعني إذا بده يذهب إلى أنه لا يجبر إلى جبران باسيل يعمل حكومي طب من وين يجيب غطاء مسيحي تعتبر اليوم فيه توازن بين الطوائف يعني اليوم بالأزمة اللي نحن فيها من بعد ما دخول دهار الفتوى من بعد ما حكر البطرك الراعي الطوائف اليوم كيف عبيكون توازنات فيها من هذا الملف التوازن مفقول بس فيه ضعف أكتر لدى الشيح لدى الطائف السنية طبعاً طبعاً الطائف السنية هلأ مشارزة من الأسباب متعددة منها أهم أنه انسحاب تهي المستقبل من الحياة السياسية هيدا واحد اثنين في عنا يعني إحنا لما نحكي فيزيكس أكتر شيء منه متوازن هو الكرسي اللي عندها ثلاثة إجران لأنه إذا عندي كرسي عندها أربع إجران فيه نوع من التوازن حتى لو خسرت إجر بالكرسي اللي فيها ثلاثة إجر صارت الكرسي واقع وبالتالي اليوم دار الفترة كيف قدرى يعني هل فيه نوع إذا بدك تقول تعمل حشد سني حشد للنواب السنية لأين بدأ توصل فيه هيدا اللي تثبيت الرئيس ميئاتي بمواقفه عشان ما يتنازل كتير لجبران باسيل لأنه يعني بكون عم بيتكاتر إذا بدك الضعف وعدم التوازن ضد الطيفة السنية طيب بما أنه هلأ كلهم عم بيراهنوا بلبنان على ما يجري في الخارج يعني هلأ حكينا شوي عن العراق وهلأ ناطرين الاتفاق النووي شو بديو يسير فيه خلينا ننتقل إلى مصر رح ينضم لإلنا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد اليمني مساء الخير دكتور محمد تحياتي لحضرتك فنديم وتحياتي لأستاذ المشاهدين وشكرا على الإصداف يا أهلا وسهلا فيك السؤال الطبيعي اليوم بالاتفاق النووي كرة إحياء الاتفاق النووي في مرمى من الولايات المتحدة أو إيران في ضوء آخر الاتصالات أستاذ الكريمة كلا الجانبين لديهم المصلحة الكبيرة إذا تكلمنا في البداية عن الولايات المتحدة الأمريكية لابد أن نقول بعد هذه الأزمة الأوكرانية الروسية هناك وبعد هذا الاستنزاف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص العقوبات وما شابه ذلك سواء العقوبات الاقتصادية الصارمة والقوية جدا على روسيا وكما نعلم أن روسيا تصدر الكثير والكثير من الغاز والنفط للأتحاد الأوروبي هذه جزئية الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ الكريمة تلعب على هذا الشقة أقول لك إن تم هذا هذه الصفقة بنجاح وتم توفق على هذا الاتفاق الولايات المتحدة الأمريكية تشترط على الجانب الإيراني أن ترسل 5% أو 6 مليون برميل يوم إلى الاتحاد الأوروبي هذه أي جزئية أما إذا تكلمنا عن الجانب الإيراني أتكلم على نقطة غير في الأهمية ألا وهي أن إيران بقيت 40 سنة تحت العقوبات الاقتصادية والسياسية والإنسانية والاجتماعية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الأضرار كثير أستاذ الكريمة وأقول لك بأن إيران الآن موقعا استراتيجيا إقليميا يحتاج إلي الاتحاد الأوروبي ويحتاج إلي دول المنطقة وأقول لك أن إسرائيل في هذا التوقيت متخوفة للغاية أستاذ الكريمة ولكن لابد أن أقول لك على بعض الأرقام الكبيرة جدا التي تخص ما بعد هذا الاتفاق إن تم لأن هذا الاتفاق إن تم أستاذي فهذا نجاح صاحق ونصرا مبينا للإيرانيين والدولة الإسلامية أقول لك في عام 2015 كانت الناتج المحلي لإيران 337 مليون أو مليار دولار أقول لك إذا تم هذا الاتفاق سوف يزداد أضعاف مضعف هذا الرقم فيكون 1300 مليار دولار لأن هذا الرقم يخص سواء الغاز ويخص أيضا النفط أقول لك على بعض الأرقام المهمة أستاذ الكريمة أن يوجد نسبة كبيرة واكتفاء ذاتي لدى إيران وأيضا 10% من الغاز و15% من النفط هذه الأرقام مهمة جدا أستاذ الكريمة وأيضا أقول لك في ظل الهيمنة الروسية وفي ظل الهيمنة الصينية الولايات المتحدة الأمريكية الآن تريد أن ترجع إلى الشرق الأوسط مرة أخرى حتى تصدر بعض الأشياء بخصوص الطرق الغير المباشرة ومعطيات جديدة واستراتيجيات جديدة في الشرق الأوسط أنها متواجدة بالفعل الآن منذ هذه اللحظة التي أتكلم فيها معك أستاذ الكريمة الكيان الصيوني يحاول كل المحاولة بإيجاد تغيير هذا الاتفاق والتعامل على حيثيات هذا الاتفاق ولكن الولايات المتحدة الأمريكية يعني ماضية في هذا الاتفاق قلبا وقالبا لما تجني هذه الثمار الكثيرة من الجانب الإيراني وقال ولابد أن أقول لك أستاذ الكريمة إيران تعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس منطقة أمان بمعنى أنها يوجد توازن الآن بين هؤلاء القوة أو هاتين القواتين الكبيرتين بمعنى أنها الآن مع منظمتي شينجهاي وأيضا المنظمة الثانية وهي البريكس التي تضم الهند والصين وجنوب أفريقيا والبرازيل وأيضا روسيا أقول لك أيضا وأخيرا أختي ما ذي الإجابة أن عقد الشراقة بين الجانب الصيني والجانب الإيراني تجاوز 500 مليار دولار في مدة 25 عاما مقبل عليها إيران وأيضا الجانب الصيني وأقول لك بأن إيران موقعا آمينا استراتيجيا مهم لدى الصين بخصوص تأمين البضائع وبخصوص أيضا تيسير هذه الأشياء وتصدرها وهذه المنطقة الكبيرة تصدرها في البضائع إلى الاتحاد الأوروبي بطريقة سهلة وسلسة وأقول لك أيضا بخصوص عفوا بضوء هذا الاتفاق عم بتقول أنه فيه له نقاط إيجابية جدا لا إيران ولكن أيضا فيه له نقاط سلبية أخرى خاصة بالصواريخ الباليستية وخاصة أيضا بمسألة النفوذ في المنطقة بالطبع إيران تجري محادثات مع السعودية تجري محادثات مع دول الخليج وهناك أيضا ستقدم بعض التنازلات برأيك إلى أي مدى اليوم إيران بهالنقطة بالزيتية يجب أن تراعي جيرانا على الأقل نعم أستاذ الكريم أقول لك بما أن إسرائيل بدأت في التطبيق مع الإمارات والبحرين وهؤلاء الدول في الماضي ولها مصالح استراتيجية ودبلوماسية وعسكرية على أو في الشرق الأوسط والآن أقول لك أنها متخوفة للغاية ولكن رودا على سؤال الجيد ألا وهو النفوذ الإيراني إيران مثلها مثل الولايات المتحدة الأمريكية يعني خرجت بقوة صعيدة كبيرة جدا إذا تكلمنا عن الترسان الإيرانية وهذه القوة العسكرية هي التي مزالت كانت ومزالت تبقى إيران قوة كبيرة في المنطقة وأيضا على مستوى النظام الدولي هذه أيضا جزئية شاهدنا في الماضي أولئيم القليل الماضية الكويت بدأت بعد ست سنوات من القطيعة أرسلت السفير إلى أيضا إيران الإمارات كذلك أستاذ الكريمة كما نعلم أن العراق ورئيس الوزراء الكاظمي هو الوسيد بين الجانب الإيراني والجانب السعودي لملفات كثيرة وكما نعلم أن الجانب السعودي لديه المشاكل وحربه هناك في اليمن وكما نعلم أن الحرب هناك بالوكالة عن إيران والحوثيين وما شابه ذلك ولكن هذا ليس موضوعنا الآن أقول لك بأن إيران بدأت يعني تبادل وتغازل المملكة العربية السعودية لأنها تعلم كل العلم بقوة المملكة العربية السعودية في المنطقة في هذا التوقيت وحتى في الماضي ولكن أقول لك بأن إيران تنظر إلى هذا الاتفاق وأن هذا الاتفاق بمثابة نصرا مبينا يفتح لها الأفاق استراتيجيا بخصوص العلاقات بين الدول المجاورة بخصوص العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية من الدرجة الأولى في شرق وشمال أسيا أستاذي الكريمة شكرا للكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد اليمني حدثنا مباشرة من مصر وأعود إلى ضيفي في الستوديو أستاذ العلاقات الدولية إبراهيم جوهري كنا عم ناخد هذا الرأي من منطقة من مصر عن الاتفاق النووي كنا عم نشوف كمان إذا بدنا نقول العراق الاتفاق النووي وكمان مدرج نحن اللبناني عم بيطلعوا فيه أنا لما بدي أحكي نظهر من لبنان ما لازم أبدا ننسى أنه في حرب عالمية هي بأوكرانيا عم بتصير صح ما فينا يعني حتى موضوع الإيران والاتفاق النووي صار مدرج تحت هيدا ولأنه اللي عم بتزيد حزوز الاتفاق النووي لأنه العالم صار متعطش أكتر للنفط وللغاز بشأن آخر فكل اللي عم بيصير بإيران تحت هيدا العنوان ما لازم أبدا ننسى ولما فينا نحكي هلأ أنه اتحاد الروسية هي بموضع ضد أمريكا وشانجهاي والبريكس هيدا أصبحت من الماضي نحنا عايشين بعالم جديد ما بعرف شو بيصير بس أنا اللحظة هلأ لما أطلع على اللعب بصير بأوكرانيا عم بيتم إضعاف روسية بالشكل المطرد بس أنا بدي أذكر المشاهدين المستمعين والأخ العزيز والمشاهدين أنه سحبت روسية الصواريخ الأس 300 اللي كانت عم تحمي من سوريا ورجعتها لتساعدها بأوكرانيا هذا شي يعني يعني الإسرائيلية صار عندهم هلأ open sky وشفنا مبارح الغارات اللي عم بتصير وأنا حشوفها حتتكاتر هلأ حتتكاتر لأنه بحاجة لذلك عشان الصواريخ الدقيقة طبعا وستنفس الوقت مع حق الاستاذ أنه نوع من الضغط لكي لا تقبل إيران بالاتفاق نووي أو للضغط على إيران أنا بعرض إذا بدك تقول أنه الاستهداف العسكري من دون رد في مشكلة وإذا صار في رد كمان من أي جابة بدأت تكون في مشكلة تانية وبالتالي هون تعتبر إيران بدأت الله ساكتها طول بهذه المنطقة إيه ضد إسرائيل حاليا إيه حتى حزب الله يعني ما في أي طبعا حتى كل هالتهديدات طبعا سيد حسن نصر الله تيجي إسرائيل البحر كريش بدنا بدنا نفصل الشغل تاني نحن عم نحكي على الرد على إسرائيل عم تقصف بالعراق سوريا بسوريا هيدا الشيء موضوع النفط والغاز عنده حسابات تاني الموضوع القصف بسوريا لا وحتى الاختيالات اللي كانت عم بتصير والانفجارات اللي عم بتصير بإيران بعمروا الإيرانية ما ردوا على الإسرائيلية فيها ولا بأي ناحية ولا هن بشكل خاص أو عبر حزب الله بس موضوع الكريش والتهديدات هيدا إيه لحسابات تاني بس أنا كمان بهون الموضوع ما بشوف أنه بهالوضع بالعالمي وخصوصا إزب اقتراب مع أنه أنا بعد عند شكوك الاتفاق النووي من مصلحة حزب الله أو مصلحة إيران لتحركش بإسرائيل لأنه هيدا حي يفرط الاتفاق النووي وبعتقد هني بدن نرجع للي كان عم بقوله الأستاذ إنه إيه الاتفاق نووي هلأ حيكتير يفيده لإيران بس الناس الوقت حيفيد الغرب ما لازم ننسى إذا بنحكي على البترول إذا رجعت إيران بدن ينقف السعر البترول بس كمان بتخسر إسرائيل بتصدير الغاز لأوروبا لا الموضوع الغاز مختلف شوي إيران على الكمية الغاز تقدر تصدره كتير أقل وبعدين ما فيه موضوع مسافي وفيه موضوع التسييل الغاز لأن الغاز ما فينا ننقله غير بحلين أو ببيبلاين أو بتسييله فإيران الكمية التسييل تقدر تعملها ضعيفة إذا مش معدومة وبنفس الوقت ما عندهم ببيبلاين وصلنا على أوروبا هلأ الوضع الغاز هو موصول نرجع لأوكرانيا بأوكرانيا لأن روسيا وقفت التصدير فأوروبا بحيجي نعم أستاذ إبراهيم ما جوهري من بعد هذه مثل ما بقوله رح نرجع للشأن الداخلي رح نرجع إلى الحكومة عم بتقول ما في حكومة عم بتقول أنه الفراغ الرئيسي هو المرجح عمليا اليوم شو هني أبعاد المعركة الرئيسية حزب الله حدد لمعركة رئيس بدي يكون هو يكون عنده يحافظ على السيدة من منظار حزب الله ومش أنه رئيس يتبع إلى الخارج بمنظار حزب الله البعض الأخر بيعطي مواصفات أخرى لرئيس الجمهورية الرئيس اللبناني اليوم كيف بدنا نختار هذا الرئيس شو قواعد اختياره قواعد دستورية مش هنفوت فيها بكل العالم تعرف بروح النواب بيعطوا بالبرلمان هلأ فيه اختلاف إنه هل هو الكوروم هو 86 يعني لازم يكون في 86 ناية بقاعدين لنقدر نبلش الجلسة أول جلسة اللي هي بحاجة للتلتاني النواب اللي ينتخبر الرئيس وبعدين الجلسات الباقية بس بدها 65 يعني الأغلبية المطلقة فالسؤال هو بأول جلسة أوكي لازم يكون في 86 بس بالجلسة التانية واللي بعدها بكفي يكون موجود 65 نحن نوقف البلد سنتين ونص على هيدا الاختلاف بالدستوري انه لأ البعض قالوا لازم يكون في 86 والبعض قالت في 65 فبعتقد هلأ كتير صعبة البعض لانه نقلبت شوية الأدوار اللي كان بدهم 86 هلأ حيقولوا لأ بيمشي 65 بعتقد صعبة واحد يقدر يبرر فنحن بدنا 86 ناية بيكونوا قاعدين بالبرلمان لنقدر نبلش الجلسة ونكملها بالجلسة التانية والجلسة التالتة لنقدر ندخي برئيس هيدا الموضوع الدستوري بس نترك الدستوري على جنب هلأ لنقدر ندخي برئيس بلبنان بعتقد صعبة شوي بده نوع من الاتفاق مش حول عالمي بس الاتفاق من البلدان اللي عندها نفوذ وعندها مصالح بلبنان اللي هي أمريكا فرنسا وأكيد إيران والبلاد العربية بشكل بآخر درجة اهتمامهم بلبنان خف طبعا إذا شعنا عم بقولوا البعض أنا بيعتبروا أنه يجب أن يكون الرئيس ينتج في الداخل اللبناني يعني لبنان هو ينتج الرئيس هو يقرر منه الرئيس والمجتمع الدولة بيكون هو آخر واحد بيكون له مثلا بقوله إعطاء الرأي بهذا الموضوع مش العكس يعني هل بإمكانية اليوم في عنا رئيس صناعة وطنية صرف اي لا مش واردة طب لكن اليوم أي مواصفات للرئيس المجتمع الدولي أنت شايفو هلأ عم بتشوف المواجهة الأمريكية الإيرانية اليوم يعني فيها حد شوي بس مين بدي يفرض الرئيس وأي صفات بدي ينعطى لهذا الرئيس يعني بدي يكون رئيس للممانعة عمليا يعني حزب الله بدي يجي يقولك أنه عندي هالمرشحين نقي واحد منهم وإنت رح تيجي تقوله لا أنا ما بدي لهيدا ولهيدا بدي واحد تالي نرجع على يعني السيغة اللجنانية اللي هي لا غالب لا ولا مغلوب فيه بالرئيسة لا غالب ولا مغلوب ليش فيه أسماء من بقى بال2016 كان عندك غالب وكان عندك مغلوب 2016 يمكن هو من رأساء الإلال اللي شوي صناعة وطنية كان الأمريكان عندهم انتخابات رئاسية مش فاضين والفرنسوية ما كانوا كتير بمانعوا ومثلا بيقولوا زمت الموضوع يعني كي بيغضون أسبوعين يعني لو نطر الانتخاب أسبوعين لخلصة الانتخابات الأمريكية ونجح ترامب ما كان ما كان انتخب الرئيس في 2016 بس كان في بيسموها فرصة العالم مشغول وصار وتأمن النصاب وتأمن هلا انت بدءا من الخميس عندك بتبلش المهلة الرئيسية إذا عبتجي بهيدا المنظارين عبتحكي فيه العالم كمان مشغول اليوم أوكرانيا شغلته أمريكا عندها الانتخابات النصفية عندها المفاوضات مع إيران وبالتالي مشغولين يعني منوا مهتمين في عنده اليوم السناء الشيعي القدرة على التمرير المرشح يلي بليمون دي رئيسة الجمهورية نعم بس بديك النصاب بجلسة ملجس النواب تحول الفريق الآخر هو إلى فريق باستطاعته فرد الرئيس أم وضع فيته على الرئيس وضع فيته لأنه ما عندهم الأغلبية بس الفريق الآخر الفريق الآخر منه فريق آخر فرقاء ف إذا منرجع عال 2016 كيف زمطت فيه هون تزمط إذا حدا من الأفريقاء اللي بالمقلب التاني الغير السنق الشيعي وغير التيار الوطن الحر هو اللي بينقل بينقل من هالجهة لهاالجهة وما بيكف وليد بيك بدك أكتر يعني بدك وليد بيك وبدك حدا تاني ينقله وبدك ما حدا يعطل النصاب بساعته بيزمط رئيس تاني بلبنان إذا العالم مشغول موجودين هدول معقول تسبق بس أنا بعد نحن هلا مش شايفة موجودة وبعتقد في متل بقوله في الدول دات نفوذ يمكن ما بتقبل هالمرة يزمط يعني عم بحكي يعني عشير إلى الأمريكان يمكن الفرنسوية معقولة يزمطوها لأنه اللي بيهمهم أكتر الاستقرار طويل أمد والانتهاء من المشاكل الداخلية بس يمكن الأمريكان ما يقبله خاصة إذا تعصرت الاتفاقين النووية هلا إذا مش شايفة يمكن أين يغضوا النظر بس أصعب الحسابات إذا بدي أنا دائما بقول بس لن ينتخب البرلمان كل عنا بتقول شو البرلمان والنواب مش مهمين وما بيعنوا شي غلط البرلمان بلبناني كتير مهم لأنه كل كل القوى تجي منه يعني الرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكل شي فيه تشريعات تجي من البرلمان بس البرادوكس الموضوع المثير أنه مهم البرلمان نفس الوقت بس لا يوصلوا ويصير إذا فيه قوة هي صرحة القوة بتقرر يعني قبل كان فيه ست أشخاص هنا بيقرر البرلمان وزع بينهم فإذا قيلوا ايه قيلوا لأ عشان هيك تحسي إنه النية ما كتير إله أهمية بالصورة الكبيرة بس هلا شوية غير هلا البرلمان مبعصر فما في حدا يجي يقول انه اذا انا قبلت بفلان بيمشي الوضع مثل ما سال 2016 يعني هون كأنك عم بتقول قبل ما فوت على افكار النواب التغييريين وعلى افكار قوى المعارضة هون كأنك كمان عم بتقول انه حزب الله اذا بدك صار عنده مقاربة جديدة للملف الرئيسي عنده مرونة بالملف الرئيسي او لا عنده مرونة لحد معين ما بيتحطيها بس قبل ما يروح المرونة بده يستحصل على غض نظر او على عدم فيتو من التيار الوطن الحر لانه انا مؤمن انه حزب الله ما في يروح ضد التيار الوطن الحر حزب الله دائما بحاجة الى شريك مسيح وسيحميه شفنا بالانتخابات وشفنا بغير مطارح وسيحميه حيخ دائما ما يروح معا للتطيعة هلا في امرار بيتنفر ما في مشكلة بس باخر نهار هم بحاجة الى غطاء او شريك مسيحي ايه بكون عنده مرونة بس بده يشوف اذا طيار وطن الحر بيقبل بهذا الشخص وشفنا ولاحظنا نوع من المفاوضات اذا بتتذكري من شهرين او من شهر لما كان حزب الله عم يجرب يسوي لسليمين فرنجيه وما مش الحال ووقف المفاوضات ترك الموضوع لانه حاس انه التطيعة الوطن الحر مش عبيقبل وهلا اذا في مرونة بتصير بس بده يرجع شو العوامل اللي بتخليه لحزب الله بالاخير انه يحصن بين هالحالفان يعني اللبنانية تعرفنا عالفراغ وشفنا شو عامل رح نرجع نرشق فيه وعارفين شو اضراره قلنا عالانتخابات بده تغير وشفنا انه ما كتير غيرت وهلا بالانتخابات الرئيسي عامل بدنا رئيسي يغير ويمكن ما يكون هيدا الرئيسي يغير فاذا بدي يكون في عندك اي صورة بده تعطيها يعني بين هاتنين ما في عندك صورة واضحة لحديثها لا تهيقدر يقول الواحد فعلا هيدا رح يصير معنات انه اللبناني هون كل مرة عم يعني كل خطأ عم نعيده طبعا سألنا بعتقد من 40 او 60 سنة من عيد نفس الاخطاء بس با اخر نهار حزب الله محي يعني مقتنع انه حزب الله ما بضحي بشريك والمسيحي حتى لو قدام الفراغ بس انه حتى بدي يفرضوا لهذا الشريك رئيسا للجمهورية في فرق شو لك انه ما رح يضحي فيه يعني انه كمين بدي يتمسك فيه بعده بموقع الرئيسي لا في فرق انه حزب الله مش قادر او مش مش قادر قادر بس ما بده انه يجي بسيل هالا رئيس جمهورية بس نفس الوقت هوني قلتلك انا بيتنافروا هيدا النفور بس نفس الوقت ما حيقبل انه ينكسر شريكه شو بدي يكون التعويد بعتقد جرب يعني بالمفاوضات مانومية انه عرد طبع البنك المركزي عرد حاكم حاكم ببنك المركزي عرد رئيس الجيش عرد اهم المراكز والوزارات في حال تم التنازل عن موقع الرئاسة وا اعطاقه لسليمين فرنجية ويبدو انه ما كان العرد مغري لتالي الوطن الحر بس هيدا العرد مقدم من عند حزب الله وليس عند ميقاته هلا هون بنرجع على الموضوع التشرزم او الضعف السني ميقاته اكيد لاعب ولاعب ماهر بالسياسي بس ميقاته ما بيجيب على طاولة البرلمون إلا نيبان مهم وعمد يعمل غطاء نوع من الغطاء السني بس ما هو منه بهالمعادلة اللاعب كبير او مؤثر اعلى مي بديو استند لك الميقاته بديو يستند على اذا بديو يفوت ويعطي الرئاسة او بديو يقرروا انه يساعدوا واحد من الرئاسة بديو يكون في غطاء وغض نظر من حزب الله فبالساعتها بديو يجمعي بديو يستند على كمية صار لانه اذا حزب الله مش حيفوده تيلوطن الحور يبقى الرئيس بريب يبقى وليد بيك ويبقى من يوجد في الساحة السنية وبدو بعد ما بيكفو ما بيكفو خلينا لك نقف عند نواب المعارضة نواب التغييريين السياديين اليوم بمثله قوة موجودة بالبرلمان كيف بدك اياهم يتصرفوا شو الأداء المطلوب منهم لتكون خوضهم للمعركة الرئاسية يرضي اذا بدك تقول الطموحات عم نحملهم كتير انا بنسبة إلي عم نحملهم كتير لأنهم اول شي هني منهم حزب هني 13 شخص من مشارب مختلفة وقراء سياسية مختلفة وهني انت قلت عنهم سياديين لا يعني نحن السياديين عم نقول كأننا عم نقولون لا أنا جماعتهم كل عم بقلك تغييريين سياديين كلهم بيشبهوا بعضهم هني بدنا اول شي نفهم هذا الموضوع أنا شخصيا قبل ما نوصل على موضوع رئيسي بالنسبة إليهم أنا كل اللي بدي اياه منهم يفرجونا شي يعني نائب لأننا ما نعرف شي يعني نائب أنا بس بدي منهم كل مرة ينزلوا على البرلمون بيكون معهم سدفة قوانين وبيعرضوها قدام الرئيس بري ويمكن تررفض ويمكن ما يصوت عليها ويمكن يصوت عليها الشي التاني اللي بدي اياه منهم انه لما يصوت على حيالة قانون إلهم ولا مش إلهم يرفضوا التصويت برفع الأيدي لأنه أهم شيء بالبرلمون والنظام الديمقراطي المحاسبة نحن هلأ ما بنعرف مين صوت لشو وبس ليه يدهروا بس ما هيدا طالب من زمان مقدم قدام البرلمون يعني رئيس الكتاب مقدم التصويت الإلكتروني وبعدنا له هلأ الرئيس بري في فرق بنقدم في فرق انه نحن نرفض لما حيالة مرة يجي نوصل للتصويت نحن بنقول ما حنقبل نصوت هيك نحن بنظهر وبيظل هالبرلمون لما يظهر 13 أو 20 بيسقط النصاب فيه بالانس أوف باور بقال بالبرلمون فأنا بدي منهم أول شيء يفرجونا شو هن القوانين عاب يقدموها اثنين يرفضوا التصويت إلا بالمنادات اسمن اسمن أو بتصويت الإلكتروني وثلاثة بدي إياهن يعملوا محاسبة داخل البرلمون كل القوانين المش مزبوطة يفلوها يفرجونا شو يعني العمل التشريعي يطلبوا وزير ما بعرف وزير شو عمسير هلا ما عنا كهرباء يطلبوا وزير الكهرباء كل شهر ليه ما عنا كهرباء بدي يقول لهم اللي كلنا سمعينه ما علي الشي لازل نتعلم انه في شيء اسمه محاسبة بالبرلمون بيتفضل وزير الطاقة وبيشرح لنا عشان ما نكون بس عم نحكى وزير الطاقة في وزير النقل في وزير نحكي عن الكابيتل كنترول بكرة موجود على اللجان المشترك مثلا مثلا اموال المدعين رح يردوا القانون الموجود مش هقول فضيحة بس انه فضيحة فضيحة لا يعني مبين انه عم بيديروا الجميع عشان ما يطلعش واخرشي طلعت بالمدعين شو الحال الحال واضح وصلنا سنتين ونصف نحكي فيه وكل ما نتأخر كل ما يصبح الحال أصعب الحال في عنا عدد من الخطوات اللي يزم تنعمل والآية مقفلة أول مرة بيعددة وبيقولنا شو هي وبيقولنا كيف الكابيتل كونترول لازم يكون واضح نحنا منبلش أول الشي بالرؤوس الأموال تقول البنوكي طبيعي 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 أنا ما عم بتجمع أحد بس حيالة حدا بيعمل شي غلط يتحمل المسئولية البنوكي عبقوله نحنا ما عملنا شي غلط نعطانيون للدولي ما انت عطيتم للدولي هو هيدا شي غلط يعني عبقوله نحنا ما عطانيون داريك الدولي عطانيون للبنك المركزي عطيتم البنك المركزي هيدا كان شي غلط يجب أن يكون حيال له مصارى بنضادها حتى نحنا كأشخاص لا يجب أن تضع كل بيضاتنا بسل لازم أوزعهم مسار هذه التوزيع تتحمل الغلط لا يوجد مشكل هذا هو النظام الرأسمالي الذي يخسر يجب أن يدفع حقه من بعد ذلك نصل إلى الأوطاء البنوكي الدولي بدأت تتحمل البنك المركزي بدأت تحمل والموضيعين بدأت تحملوا لكن كل شخص يجب أن يحفظ المدعين لحد معين كنا قبل أن نتحدث عن 100 ألف لار الآن لم يكفر مصريات البيئيين ثم نتحدث عن 75 ألف لار كل ما نضيع وقت كل ما يتحرق يجب أن يكون 50 ألف لار هذا بعد ما وصلنا نحن نريد ذهب لا يوجد ذهب لا يوجد ذهب إلا إذا كنت تشعر أنه يدقروا بالذهب أول شيء نحن لا نعرف لديه ذهب آخر مرة نعده ب92 هلأ نعد شقف منه ونعد شقف الثانيين بس ما نحن لا نعرف كذلك لديه ذهب الثاني شيء مزبوط في قانون وفي قانون حصول على المعلومات من الوزرات وفي قانون يضع واحد سيد وفي قانون منع التدخيم بالأمالك العامي وفي قوانين أكبر وفي قوانين أصغر عم تشوف شيء عم يتطبق كل ما عم تقول أنه الذهب لا أحد يدقله أنه في قانون مرحبا نحن عادين بلبنان مش عادين بسويسرا في طرق كتير يمكن هو عدم البيع بس يمكن الرهن يمكن في مليون طريقة لتجاوز القانون بهذا البلد فاقه بعت في عندك كم يوم لهذا المجلس أنهيبي قبل أن يتحول إلى هيئة ناخبة بهال كم يوم تتوقع أنه يخلص بعض المشاريع الإصلاحية أو بعتقد أنه صارت بدأت تروح القصة إلى العهد المقبل إن شاء الله بس هذه دائما أنا بقولها بعتقد قلت آخر مرة جيت لعندك لا أحد يضغط على السياسيين لا يوجد ضغط لماذا نحن متوقعين من السياسيين التقريديين نسميهم أنه يعملوا شيء ضد مصلحتهم وللشعب لا أحد يضغط عليهم الأحزاب الكبيرة لحكم البلد لماذا يضغط عليهم؟ المنتسبين إلى ماشي حالهم صار في عند النواب يزبطوا أوضاعهم الكل عيش بالفقاعات تعيتهم بالببل لماذا يريدون يدفعهم؟ لأنه أنت بدك تعمل حيالا قانون يضبط يعمل ريفون بدك بدون يدفعهم من أين يجد ضغط؟ نزل الشعب على الشارع ينزل مرة أخرى بس أول مرة ما زبطته أنا دائما برجع بعيد المثل الثورة الفرنسوية العطتنا الديمقراطية بدأت في 1789 دلت عشر سنين من أنهر من الدماء رجع ويصل نابوليون يحكم كالجنرال العسكري يعني بعد 15 سنين بيصير الأمبراطور بيعيش له عشر سنين ويحتنوا في أوروبا بيرجع بيرجع الملوك بترجع بترجع ثورة تانية بترجع بتخسر وبيرجع بيرجع الملوك مرة تانية البوربون لتالت ثورة زبط معهم معلش الشي الديمقراطية والحرية حق مصاري وبدأ وقت معلش الشي أحسن أحسن لا مش معنى وقت بس المواضيع أغلى ما عنده الإنسان هو حريته والمواضيع وأغلى ما يمكن عند الإنسان بالسياسة هو الديمقراطية إيه هيدا الشي بده بده ساكرفايس بده واحد يدفع حقه ما بيجي بسهول فيه ديمقراطية برئيسة الجمهورية شو أصدق انتخابات الرئيسة فيها ديمقراطية طبعا فيه نواب عم ينزلوا وينتخبوا وكيف فصلوا النواب ده غير موضوع بسي ايه فيها ديمقراطية كيف؟ بينزلوا على البرلمون ايه وبينتخبوا وإذا بجيبوا حدا نجيب أول مرة 86 بيصير والتاني مرة هيدا بمعزل كيف إجه وكيف ترشحه وكيف حطينا الاسم بتعتبروا عمل ديمقراطي ايه هو الانتخاب الرئيس طبعا عمل ديمقراطي بمعزل عن انتخابات نيابية في نحكيك ساعات على الموضوع الانتخابات اللي صارت الى حد ما مكن فيها اي شوائب كبيرة بتقيم عنا الشرعي فيها شوائب كتيري متوسطة وصغيري في محلات وبي انا عم نحل ارقامها لا في محلات ايه فيه كان مشاكل هيدا ويمكن كان فرقة عنيب او اثنين او ثلاثة بس الانتخابات اللي صارت ما بتشيل المشاكل اللي صارت ما بتشيل الشرعيه عن كل النواب او عن العملية الانتخابية كلها فمعناتها احنا عنا بارلومون منتخب بشكل شرعي هلأ 49.16 من الليبنانيه بس انتخبوا ايه كان يجب انتخبوا اكتر طبعا كان تغيرت الوضاع اكتر اكيد بس ولبنانيه قرروا ان يتخبوا التقليديين يعني الاحزاب الكبيروا ايه هيدا عليهم هنه كل واحد بيتحمل مسئولية افعاله انتخبتو هدول بكنت تتحملوا بس انا ما بلوم حدا على الانتخاب ولانا كل واحد عنده اسباب انا بلوم لما انتخبوا وانا اخدت عهد على نفسي لما كنا عم تحكي سياسي مع حدا وبسألوا انت اتخابت بيقول لي لا بقولوا انا سوريا ما رحكي معك سياسي لو شو ما كان سبب عدم انتخابه لان انت فقط وخلينا نفقد القدرة على التغيير انت ما بدك تنتخي بحقك بس بلس ما تحكي بسياسي وما تنق هيدا التغيير بهيدا الدورة الانتخابية ما صار بنسبة كبيرة يمكن حطينا شي بسيط لبدأ التغيير وبالتالي المرحلة المقبلة اللي بدأت تكون بانتخابات الرئاسة ما بعرف كيف بدأت تكون بأي رئيس ولكن يمكن يكون من الفريق الآخر يعني مش تغيير ما هيك فاذا انت اليوم ما فتنا بالتغيير بعد شو كيف بك تفوت بالتغيير من اي باب طالما انه الرئيس الجمهوري ياللي بدو يجي منه تغييري ومنه حتى اذا بدك تقول يعني هو داخل بفريق صارنا قدي صارنا من بعد الحرب ممكن من قبله رؤسة الجمهورية منهم تغييرين ومنهم من اذا بدك عم بيغيروا ممكن معا one exception بس ما تنسى انت كنت بوقت سياسي كمان كنت تحت وصاية او احتلال تحت وصاية طب وهلا انت كمان موجود تحت وصاية عندك نفس الوضع ايه معلش شي بس انا ما فينا نقول ما بلش تغيير لا بلش تغيير عنا 13 نيب وفيهم قبيلهم كمان حوالي 10-15 حتى 20 نيب كمان فينا نعتبرون independent هيدا تغيير وهالمرة جبنا هالقدي اذا نشق المظبوط واذا بفرجونا الشي يعني نيب ايه عملية ديمقراطية عملية بطيئة ودايما بقولوا انو الديمقراطية هي من اسوأ الانظمة بس من اسوأ الانظمة اللي اللي منقبل فيها لانو البيئة الانظمة شو ما كانت شو ما كان كتير كتير اضرب بريز ما احنا يجي يقولي بدنا رجل قوي يحكمني لا لا انا ما بدي رجل قوي يحكمني شو بدك؟ انا بطيئة الديمقراطية منكمل الديمقراطية متلمية هلأ جبنا 13 مرتين اذا برهن احنا عمشخ المظبوط مرتين نجيب 26 واللي مرة اللي بعدها منجيب 46 عندك وقت لكل لتحقيق كل هالخطوات يعني اليوم بالوقت السياسي اللي انت فيه حزب الله هو القوة الاكبر يعني عمليا هو اللي عم بيسيطر على كل مفاصل الدولة قديش رح يخليلك متل ما بيقولوا تتنفس او قديش بديو خليلك تتحرك او قديش بديو خليلك كمان تفرض قوانين وتقر قوانين ما تكون يعني لمصلحته او ما تكون هي بتليمه كمان وتقدر انها تحكي بالتغيير فيها انا علي جرب وقاوم ولأوصل حتى لو خطوي خطوي هو مع بيخليني ايه معلش شي بس نحنا مرأ علينا كتير بديش رجع بالزمن كتير بديش رجع كان في عنا السوري وفي فترة كان في الاسرائلية وبعدين في فترة متل ما قولوا الامبراطورية بتجي على البلد وبتروح مش مشكل هلا حزب اقلم منها البلد مش عم بقولوا المأكيد بس ما في مشكل ناس تصارت قوية كتير وبترجع بتضعف وناس ضعف برجع بيقو ما فينا نحنا نقول خلصة الدنيا نحنا بأزمة طبعا نحنا بأزمة وصعبة طبعا صعبة بس نحنا علينا نبني الديمقراطية بروسس طويل بده وقت علينا نبني برجع بذكرك الثورة الفنسوية أخدت مئة سنة معلش نحنا إذا بعشر سنين شو بده تكون مهامه لرئيس الجمهورية الجديد؟ حسب مين بيكون بس مين بيكون مهامه انه يطلعنا من الأزمة هايدي أولويته مش إدارة الأزمة لا لا خلاص ما عاش نحمل إدارة أزمة لا 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 نحن نحن نحمل إدارة أزمة بعدنا إدارة أزمة مش جاريت إدارة نحنا بفارط الوضع نحنا بعدنا عم ننزل هايدي ملنا إدارة أي مرشح من محور الممانعة رح تكون إدارة أزمة إذا حدا متخيل أنه بدي يجيب رئيس من محور الممانعة بديوا يعمل هجوم وما حيقبلوا فيه البلدان ولا الأمريكان ولا العرب ولا الفرنسوية ما بعرف لوين ما بعرف شو عم تفكروا ما بعرف لوين بدي يخدوا البلد لأنه هايدي عم تنهاري أكثر بالاقتصاد البعتقد الكل عارف أنه بدنا الرئيس عنده قابلية لإدارة الأزمة لأنه لو شو مكان حزب الله وباقي الفرقاء كل شعبهم مثلنا عم بيتأثر وعم بيعينه ما حدا بديوا يزيد الأزمة بس نفس الوقت ممكن ما حدا بديوا يدفع ليوقف الأزمة فعم يفتشوا على طريقة يقدر يوقفوا الأزمة ما يكونوا هن الدفعين من جايبتهم عظيم لكن اليوم المجتمع الدولي بهموا أول شيء انتخابات الرئاسة بمعزل عن الشخصية طبعا مش مؤثرين بالشخصية يعني مهم يصير فيه انتخابات لأنه مثلا بالانتخابات النيبية كانوا مصرين على إجراء الانتخابات النيبية بموعدة من دون تأخير وهلأ عبولوا نفس الكلام مصرين على إجراء انتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية يالي بتبلش نهار الخميس وبالتالي مثل كأنهم عب يوقفوا بس لأنهم بس عب يحرصوا هذه المهلة الدستورية مش أكثر بالنظام الديمقراطي انتظام المهل خاصة بالموضيع الانتخابية هذه بتشكل الصوابق بتساعد على تكملة الديمقراطية وبتساعد على الموضوع المحاسبي انه انت مح تبقى بها الكرسي للأبد بعد أربع سنين أو ست سنين بدي تغير للرئيس وللبرلموني فهيدي بالنسبة للغرب كتير مهمة لأنه هي بتشكل مدمك الديمقراطية بس من هنا لنوصل انه تقولي انه الغرب او الدول نافذة بلبنان بتقبل بأي رئيس؟ لا واسعة ما بعتقد حيقبلوا بأي رئيس بس معقول يقبلوا برئيس بالنص ايه أكيد بيقبل برئيس بالنص أفضل من الفراغ لأنه اللبنان لا يتحمل فراغ اليوم مصلحة حزب الله هو العهد الفراغ بالمبدأ؟ نعم و لا لأنه في كتير اجتهادات دستورية عم نسمعه خلينا نقول مش الفراغ بالحكومة في فرق بين الفراغ كفراغ فراغ بالحكومة انا بقولك ايه؟ اذا وصلنا وما في حكومة الاجتهاد الدستوري انه ما لازم الرئيس يترك للفراغ صار عنده قوة اكبر طبيعي فهلا بدك تقولي مصلحته انا بحاجة بطريقة تانية الرئيس عون بيعتقد بيعتبر انه اذا ما استلم جبران باسيل من بعده بيكون العهد ظهر بطريقة ضعيفة من الرئيسي فطبعا المصلحته انه يبقى جبران باسيل بطريقة او اخرى بيعطي حكومة فيها اكتر من التلت ليصير هو الوزير الملك او الرئيس التاني معقول هيدا حل بس اذا مش قادر يصل على هيدا الحل الحل التاني بيعطيق تكلفته اعلى بس ايه؟ يترك الموضوع عالاخر انه تخلص العهد ويطلع جبران باسيل ما عنده التلت زائد واحد بقلب الحكومة بيعطيق تكلفتك هتكون غالي يمكن ما يقبل بهذه التكلفة رئيس مجلس النواب هون شو دوره؟ يعني اليوم هو الخميس بيصير عنده دور مبدئيا الرئيس بيرلي بدي يكون عنده دور بدءا من الخميس بدنا ننطر منه الدعوة اللي جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية هل بتعتبر رح يكون عنده دعوة سريعة من اول فترة او بده يخلي يعمل عدة دعوات او بده تروح معنا الى 31 اول شي انا بيتمنى انه يعمل دعوة سريعة انا بيتمنى ان الخميس يكون في دعوة للجمعة لانه ديمقراطية وهذا الاساس الديمقراطية في لبنان بس بعتقد هو قال انه ما حي يدعو الا لينتنبت القوانين هلا ما بعشو التخريجي لانه عادة الخميس ببطل في البرلمون يعمل شي تاني غير ينتخب الرئيس بس اكيد تنعم التخريجي فبس انا شخصيا بتمنى انه لا انه يندعا فورا بس يبدو انه ما حي يندعا ما حيصير في دعوة قريبة كيف بد يكون الدعوة على اي اساس يعني رئيس مجلس النووي بدي يكون عنده اسبتات بدي يكون عنده معطيات انه هاده الجلسة يلي بدي يدعي لها بده تنتخب رئيس ما فهم ما بده معطيات ولا اشبتات في ايش كوانتاجات يعني هو انا عم كونه هلأ مسالي شوالي هو مفروض يعلن دعوة الى مجلس النووي ومين ما يجي واذا الازى وصل للنصاب لازم ينتخبه حركة المرشحين والمرشحات للرئيسة عجبتك دايما هيدا نوع من ال اذا بتشوفي الديموقراطية الحقيقة اي حلو لازم يكون في اكتر للمرة الاولى بيصير في عنات ترشيحات نسائية الصراحة ما عندي معا براسة ما مش قادر اقولك اذا اول مرة ولا لا بس انا كتير بمسط به هيك اشي لانه هيدا عبارة عن حيوية بكل المجتمع بكل اطياف المجتمع فازا اليوم المعركة الاخيرة هي معركة الرئاسية اللي هي بتحدد وجهة لبنان هوية لبنان لا لها ولا هاي وجهها اي لانه فيها تكون انو سيفي عن الرئيس او نروح بفراغ وبدو يصير الوضع اصعب واصعب واصعب بس انا ما بحب دائما نحمل الموضوع هاي دي مثلا انتخابات نيابية انتخابات حتعد وجهة لبنان ولا الى عشرين سنة لا لا لانه ليه لانه اذا احنا منعلي السقف بيصير الافريقاء بيكربشوا اكتر الموضوع بيخافوا هلا اكيد هنو مش لانه انا وطيت السقف انه حيمشوا بس انه اذا كلنا منعلي السقف وانه قدي مهمها الانتخابات حيصير ونعمل اتفاق اصعب فلا يعني ديمقراطية كل ست سنين مندخب رئيس انه مش مشكل انه مندخب رئيس حتى ما كنا عجبينه نعمل انا خسرين مش مشكل ندخب رئيس في بعد ست سنين في بعد اربع سنين انتخابات نيابية في بعد سنة انتخابات بلدية ما في مشكل نخسر ونربح السيزة ابراهيم جوهري اخر حلقتنا بعد معنا دقيقتان اذا عندك اي توصية لالشباب والشابات اللبنانيات اليوم نسبة الهجرة كتير كبيرة ومع الاحباط السائد يعني قبل يمكن كنت معقول قوله انه لا وكذا وبلدكم خليه هلا ما فيه انا ما فيه انا 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 بعلم بالجامعة وقدامي ما فيني اتطلع بعينه واحد قوله لا تعرف شو خليك لانه انا عارف انه هلا لو بلشنا بالحل بدي عم تحكي بقالة شي خمس سنين لا يصير بلدنا متل ما كان فما فينا انا اطلب من حدا يتخلى عن خمس سنين مستقبل بس انا فيه يقوله شغلي انه نحنا بهالانتخابات كان المشاركة الفعلية للداخل 45% نحنا طلعنا من 45% ل49.19% من ورا الشباب والشابات اللي راحوا على كل هالبلدان فروحوا بس بليس ما تنسونا ما تنسونا هناك اذا فيكن ترجعوا ممكن بعد بكير بس بليس ما تنسونا لانه غيرتوا حتى قدروا تغيروا لهون بتخلص حلقتنا استاذ ابراهيم جوهري استاذ العلاقات الدولية بدي اشكرك على هذه الحلقة المميزة كمان بدي اشكر المحلل والكاتب السياسي الدكتور محمد اليمني يلي كان له مداخلي ضمن هذه المنشات من مصر اجدد شكري استاذ ابراهيم جوهري ورح يكون لنا ملتقى اخر بحلقات اخرى الى هنا تنتهي حلقة اليوم شكرا للمتابعة شكرا للمتابعة